معلم على الصدمات قد لا تكفي هذه الكلمات كأغنية عن هموم عاشق لعشيقته لكنها قد تكون مفتاح عشاق العراق لوطنهم الذي باتت الصدمة فيه مجرد حكاية عبث مملة أما العرب والعالم قد يصدمون فهم الذين يعرفون العراق بلد الغنى والمال والنفط لكنه تراجع 32 مركزا في قائمة أغنى دول العالم للعام الحالي وهذه ليست غرابة أو حدث جديد إنما هي نتيجة تداعيات ما يعيشه البلد الأكثر تعرضا للفوضى والإرهاب والفساد وغياب بنيته التحتية بعد سنين عجاف من الويلات والحروب واستهداف مصنع أمواله الذهب الأسود على يد طامعين مجلة جلوبال فاينانس تفضح الحقيقة المرة عندما كشفت أن العراق اليوم في المرتبة 115 من أصل 194 دولة وما يزيد القهر عندك كعراقي أن العراق يأتي في مرتبة أقل غنى من دول لا تملك من الأصل ما تملكه بلد الرافدين من خيرات مثل تونس على سبيل المثال للحصرة لا جديد يذكر فالحكاية معروفة فساد ونفوذ وسرقات واستهداف للأمن وفوضى تطرد الاستثمار وفي حال استمرت كل هذه المصائب يبقى الموال يردد يا أبو الخير أنت تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساجين